بعد سباق رفع الدعم والبطاقة التمويلية التي طال انتظارة أصلاً اليوم الحكومة اللبنانية أطلقت هذا البرنامج برأيك هل هذا مقدمة لفوضى شاملة أم على العكس تماماً سيمهد إلى حلول حقيقية في الأزمة الاقتصادية تحية من لأيك وإلى ضيفك وإلى المشاهدين بداية هذه الحكومة والسلطة السياسية مجتمعة حقيقة هي مضى أكثر من سنة على الكلام على البطاقة التمويلية وما زلنا ندور في الحلقة المفرغة هناك عدد لا يستهام به من الخلافات في اللجنة الوزرية كانت المكلفة في البطاقة التمويلية هلأ الحمد لله تمخض الجبل فولد فأراً كما يقال وحصل كل لبناني على 25 دولار في الشهر ولكن الأسئلة الجوهرية والكبرى هي من يستحق البطاقة التمويلية يعني أنا كاللبناني حقيقة أنا أخجل أن أتكلم على تلفزيون عربي محترم والمشاهدون العرب يشاهدون اللبنانيين أصبحنا في هذا الدرك الأسفل من الواقع الاجتماعي والسياسي وصرف في العام 2020 فقط ستة مليارات دولار على الدعم الذي ذهب مجمله والكمية الأكبر إلى المحتكرين والشركات واللصوص الذين كانوا متعاملين مع هذه السلطة السياسية والنقدية والاقتصادية هذا نقاش مختلف ولكن من الذين سيطالهم سيمنحون حزوطا أن ينالوا 25 دولارا على الفرد بحد أقصى 126 دولار في الشهر هذا كلام كمان بده نقاش هل تحولت هذه البطاقة إلى بطاقة انتخابية؟ ولماذا تأخرت السلطة السياسية واللجنة الوزارية في إصدار هذه البطاقة؟ وهذا كل أسئلة مطروحة اليوم